تعالوا ننتقل إلى الشأن الحقيقة اللي لسه مستمر للأسف بسبب الحرب على غزة ومازالت تتوالى الأحداث وآخر هذه الأخبار أنه نشرت صحيفة واشنطن بوست تقرير صلطت فيه الضوء على سعي إسرائيل إلى السيطرة على محور فلاديلفيا الحدودي بين مصر وغزة وتشير إلى أن هدف يعني إلى أنه يهدف إلى أنه رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو أنه يعني عايز ده بشكل ملح جدا جدا وأنه ده طبعا هيكون يعني محفوف بالمخاطر السياسية في العلاقات ما بين مصر وإسرائيل اللي بترفض تماما مصر الفكرة وبشدة منذ ديسمبر بيبرر نتنياهو سعيه للسيطرة على محور فلاديلفيا بأن إسرائيل لا تستطيع القضاء على حماس من دون ممارسة سلطتها على المنطقة الحدودية الجنوبية لغزة بما في ذلك مع معبر رفح المصري